بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المودان يا ساد احنا حلقة يوم السبت دايما بتبقى مع اصحاب السعادة الزوج والزوجة و احنا ابتدينا مع الزوج والزوجة من اول خالص من اول بداية التعرف على بعض واختيار شريك الحياة وازاي نتكلم على مسألة الحب وازاي الحب يكون موجود و هل الاختيار يكون عن حب ولا الاختيار يكون عن ترشحات و قلنا الاتنين موجودين والاتنين بينفعوا الناس والاتنين بيغطوا انماط من الشخصيات كتيرة احنا النهاردة بقى عايزين نتكلم على حاجة لاحزناها احنا محتاجين نتكلم عنها بصورة واضحة احنا عندنا لازم الزوج قبل ما يبقى زوج لازم يبقى متأكد ان الرجولة سمتها موجودة فيه طب ليه بقول كده لان كتير بنشوف كتير من المخطوبات بيبقى لقى الاساسي ان انا عايزة تقول كده انا عايزة راجل انا عايزة راجل فيه سمات الرجولة واضحة مش معناه سمات الرجولة الجسدية لكن انا عايزة واحد اه فده اللي احنا نتكلم عنه نتكلم عن سماته نتكلم عن سماته ان الشخص يكون فخور بانه ذكر فخور بانه راجل فخور بانه هيقدر يكون زوج فيه الصفات السبعة دي وانا اوعده لو ان فيه الصفات السبعة دي انه هو هيحمل ايه؟ انه هو هيأسر قلب زوجته يعني الشخص لو فيه الصفات السبعة دي بيأسر قلب زوجته وهو نفسه هيكون سعيد وفخور بأنه راجل زي ما عن نبقى في الحلقة اللي جاية برضو عن نتكلم عن صفات سبعة للمرأة لأن احنا عندنا مشكلة الآن أن كتير من البنات بيبقى عندها مشكلة أن هي أنثة إما لأنها مش متحققة لأنها أنثة أو أنها مستعيدة أنها أنثة فإحنا عايزين دلوقتي نتكلم على هذه الصفات وعلى فكرة اللي أنا بقوله ده بيعالك حاجات مجتمعية كتير عن نتكلم عنها في وقتها بس إحنا عايزين الراجل يبقى راجل والستة تبقى ست عشان لما نيجي نتكلم في الأدوار الزواجية اللي هي بتصدع الناس كتير يبقى إحنا فاهمين إسمة السبعة اللي لو في الراجل أو إيه الصفات السبعة اللي موجودة في الشخص الذكر هو والآن جاهز إن هو يبقى فارس المرأة وجاهز إن هو يبقى بطلة إيه الصفات السبعة دي؟ أول حاجة إن يكون الرجل أو الذكر الساعي اللي بيشتغل ما بيمتنعش عن الشغل وعن نشرحهم نحن نقول للسبعة وبعدين نشرحهم واحدة واحدة الساعي الحامي الراعي الحمال الغيور الفخور القائد العاقل نقول لهم تاني الساعي إيه الحكاية؟ فيه رجالة كتيرة دلوقتي عن استخدم مفهوم الرجولة عن فيه إن رجولة تي تنفع على الذكر والأنسة لكن عن استخدم مفهوم الرجولة بالمفهوم الدارج فيه رجالة كتير بيحسوا إن العمل عب فيه اللي حاصل فيبقى هو في أي وقت عايز يتخلص من العمل ولزاك اللي يلاقي ناس كتيرة دلوقتي ما بقاشي وجعها إن هي تقعد من غير شغل تقول لك ده قاعد من غير شغل في البيت لا الراجل الراجل الذي لا يتوقف عن العمل ويديم على العمل وشايف إن العمل جزء من مفهوم الرجولة لأن العمل شرف مش العمل عب العمل شرف أنا أعمل يعني أنا أعمل يعني أنا شخص أستطيع أن أنا أكسب حلال ولزاك سوفيان الثوري كان يقول عليك بالكسب الحلال يقول لك عليك بجهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيال بطل آه ده هو سيدنا سوفيان الثوري عارف إن أنت تشتغل وتكتسب جزء من مفهوم الرجولة ولزاك اللي حاصل الستات ما تحبش الراجل اللي ما بيشتغلش كده حتى لو عمل أرون ما تحبوش وعشان كده لازم نعرف ده ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقته على أهلك دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحمسنا أن يكون من مفهوم الرجولة أن الواحد يكتسب من أجل أنه ينفق على أهله الصفة الثانية الحامي اللي هو الحارس اليقظ اللي مش محتاج للتنبيه للخطر هو دول الوقت تعارف أن فيه مواطن لازم يكون فيها وهو الأسبق للخطر من زوجته فالشخص الحامي ده اللي بيحمي اللي هو الحارس الحارس الأمين ولازم نعرف أن فيه حراسة عاطفية قبل الحراسة الجسدية يعني هو يحرص مشاعرها يبقى لازم نفهم أنه هو الحامي بيحمي أي خطر ممكن تتعرض له هو يكون قبلها ويطمنها شوف السيدة عائشة إزاي احتمت من خطر سيدنا أوبكر لما جاه يحكم بينها وبين حضرة النبي فسيدنا أوبكر لما هي علت لحضرة النبي تكلم ولكن لا تتكلم إلا صدقا فسيدنا أوبكر غضب وراح يشد عليها ويعنفها فراح مختبئ حول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما مشي سيدنا أوبكر حضرة النبي قال لها إيه رأيتي كيف حميتك من الرجل الحامي بما في ذلك إن هو يحميها من الرعب اللي ممكن يصل لقلبها تالت صفة الراعي الراعي يعني إيه القائم على مصالحها والقائم على الأشياء اللي بتسعدها تسعد حبيبته بالمحبة والود من غير من ولا أزم آه يبقى يرعاها يحقق لها مصالحها يخليها حسة إن هي عايشة فراحة وعايشة في حاجة تجلب عليها السعادة وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولين عن راعيتي الرجل راعٍ وهو مسؤول عن راعيتي الصفة الرابعة النواة الحمال بيشيل يعني اللي ويعني إيه الحمال منها النواة يتغاضى ما بيوقفش على الوحدة وصدر واسع وعنده صدر واسع وبيتحمل المتاعب ويسعى لراحة شريك حياته ولو على شوية متاعب بيعملها زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر إيش أبقى بتقول رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ من جنازة بالبقية وأنا أجد صداعاً في رأسي شوف حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ورأساه حدث النبي قال لها إيه بل أنا يا عائشة ورأساه يا سلام حتى المشاعر يشلع عنها يعني إيه يتحمل عنها كمان المشاعر الستة لما يكون عندها ظرف خاص تحب أولًا أن الرجل يستحملها ويشيل الاكتئاب اللي ساعات بيجي لها فهي لما تحسب كده تقول له الله يكرمك ما حسستنيش أبداً أن أنا أعبق عليك آه هنا تحبه الصفة اللي بعد كده اللي هي الصفة الخامسة الغيور الغيور يعني إيه اللي بيجعل زوجته درة فريدة محمية من أي تعدي وخاصة عن تعدي على سمعتها أو تعدي على أمنها ونزاك فيه غيرة رشيدة والغيرة الرشيدة دي من أهم معالم الرجولة ما ينفعش الرجل الستة ما تحبش الرجل اللي مش غيور خالص يعني إيه فيه فرق ما من الرجل غيور والرجل الشكاك الستة لو إن هي فقط غيرة الرجل لو أي حد جيت عمل معها بالغيرة هتحس إن هي ليه قائمة الستة الغيرة عندها بتحسسها إن هي فريدة وذلك في الحديث عن سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع مرضي لدربته بالسيف فبلغ ذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لانا أغير منه والله أغير مني يعني إيه يعني غيرة دي شيء لطيف لما يكون غيرة معتدلة غيرة معتدلة يعني إيه تحس الستة إن هي لا ده لسه أنسة لسه امرأة لسه فريدة في عين جزء كمان تحب الرجل الفخور يعني إيه الفخور الشخص المغتر يعني لا اللي دايما يشعر بنعمة ربنا عليه يعني يشعر بإن الزوجة دي نعمة ربنا عليه أنا أعرف ناس رجلة بينادوا زوجتهم يا نعمة ربنا عليه وما يشعرش أبدا بالصغار يعني يحس إن هي الله سبحانه وتعالى منعم بيه عليها عليه بيها وما يشعرش إنه أهل من حد تاني تحب إنه يبقى فخور وما يشعرش أبدا بالصغار زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيابيها وأمي فخر بالسيدة خديجة الكبرى عليها السلام لقد وستني بمالها حين منعني الناس وصدقتني حين كذبني الناس يا سلام شوف الفخر حضرت النبي شوف إحساسه بنعمة السيدة خديجة كان إيه آخر صفة اللي هي الصفة السابعة بقى القائد العاقل إيه اللي بيخطط للبيت بحكمة وعنده رؤية وعنده طموح وما عنده شرعونة ولا غباء ولا كسل ده مهم جدا 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 فالشخص عنده رؤية وده يحصل قوي قوي في حكمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت النبي قائد لكن ده ما معنعوش من الرشد إنه يسمع كلام ستنا مسلمة في صالح الحديبي وكان ده سبب إن الناس نجيوا خلي بالكم إن الصفات السابعة دولة اللي هم إن الرجل عشان يبقى رجل وده وقت هتحس هتحقق الرجل لزة إنه هو يبقى ساعي شغال مش عاطل تاني حاجة حامي سدر ودرع بيحمي وبعد كده الراعي مريح بيحقق الراح بعد كده كمان الحمال اللي بيشيله يريح الوجوده معاه بيريح أهل بيته خمسة الغيور اللي تحس بقيمتها معاه ستة الفخور اللي تحس إن هي نعمة مش حتة قطعة كده ولا كرسي اشترها بفلوسه رقم سبعة إنه هو كمان تحس إن هي مع قائد بس حكيم ساعد ما يحس بقيمة الكلام بتاعها هيعمل بيه إيه اللي حاصل ده اللي هيخلي الستة تحس إنه جوزها جاهز إنه يحبها ليه طيب السبع حاجات دي بتحقق الاستعداد لأربع مكونات هي اللي بتكون الحب الحب عندي كده زي الهرم قعدته هي الأمان شوف لما الزوج كده يبقى حامي الزوج كده يبقى راعي هتلاقي كل الصفات دي بتحقق الأمان سبحان الله تاني حاجة التلت أضلاع بتاعت بتاعت الهرم دي اللي هم بقى بيبان فيهم الحب الأول الاهتمام آه ده غيور مهتم ده كمان إيه راعي مهتم ده كمان إيه ساعدة مهتم ده قائد وإن اللي حاصل بس قائد رشيد مهتم كمان بالله أنا بقوله لا هو كمان بيحترمني بيحترمني يعني بيقولي الكلام الحلو وبيدعمني وكمان بيقولي وحتى هو بغيرته بحس إنه هو بيحترمني لأنه هو ما تعداش عليها والتأدير بقى يبي عندنا الأمان والاهتمام والاحترام والتأدير يا ساعدة الشخص اللي فيه الصفات السابعة دي مش محتاج يمثل دوله بطولة لأنه هو بطل فارس أي واحدة عتشوف واحد فيه الصفات السابعة دي أكيد عتحبه وأي زوجة عتشوف زوجها فيه الصفات السابعة دي قلبها يتعلق بيه أنا عايز أقولكم حاجة بس الصفات السابعة دي كمان بتخلي الراجل سعيد فرحان حاسس إنه وليه إيمة حاسس بالفعل بفضل الله عليه حاسس بنعمة ربنا عليه حاسس بإن ربنا سبحانه وتعالى بيمده حاسس إنه يا ربنا سبحانه وتعالى بيرعاه لإن كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يحس مع كل خطوة بيكون فيها ساعي يحس إن رزقه بيجيله مليان بالبركة وهو كمان حامي يحس إن ربنا هو اللي بيأمنه وبيسكب في قلبه الأمان فيحمي أهل بيته كمان لما يكون هو راعي يحس إن ربنا سبحانه وتعالى مخليه له ميد إيد وميد قلب وميد نظر عشان يرعى بيه كل أهل بيته ويحس إن هو لما بيحتضنهم بيحتضنهم بألف إيد تخليهم حسين إن هو بيرعى مشاعرهم بيرعى أفكارهم وكمان لما يكون غيور يحس إنهم وسمعتهم ويحس إن كرمتهم ويحس كمان إن عرضهم محمي ويا سلام لما يكون حمال فيخفف عليهم ولما يكون كمان فخور بيهم يحس كمان إنهم في مقامة عالية ولما يكون قائد ويكون رشيد يحس إنهم مش هيضيعوا أيوة بيحسسهم بالأمان والاهتمام والاحترام والتأدير يا رب يجي على كل شبابنا يا رب يكونوا كده عشان البنات ما يحتروش ويبقوا خايفين هو الجواز هيطلع بطيخة ولا مش هيطلع بطيخة لا ساعتها الجواز مش هيبقى بطيخة ساعتها الجواز هيبقى نعمة لما الراجل يبقى فيه السبع صفات دول هو يحس إن هو فخور بإنه راجل ويحس إن الرجولة دي نعمة مش عب هو أنا أجيب منين لا هيعرف هيجيب منين هجيب من مدد ربنا ومن رزق ربنا اللي بيكافق فيه اللي بيكافق بيه اللي عنده السبع صفات دولة لإنه بيكون نعمة من ربنا يا بنتي لو عندك لو متقدم لك حد فيه السبع صفات دولة دي نعمة من ربنا اتوكل على الله لإن هذا الشخص هو اللي اتحقق فيه حديث رسول الله عليه الصلاة إذا جاءكم وانترضون دينه وخلقه فزوجوه هو ده صاحب الدين هو ده صعب الخلق ويا رب ارزق كل بنتنا وارزق كل أولادنا إنهم يتمسكوا بالصفات دي عشان دوت اللي يخلينا دايما بنفتح الباب للسعادة الزوجية وساعتها لما يمشوا بالصفات دي هيبقى فعلا هم أصحاب السعادة يا رب يسر السعادة لكل بيوتنا ولكل أحبابنا يا رب العالمين بعد الفاصل نلقاكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك سوحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وكمان بتلقى عليها تعليقاتكم وكمان مشاركاتكم اللي بتخلي برنامجنا نذوق في حلاوة مجالس العلم فنسأل الله سبحانه وتعالى لننديم علينا الواصل لليم معانا الأستاذة هدى من القاهرة السلام عليكم يا فنم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضراتك أنا عندي ثلاث أسئلة عاودة أسألها الحضرات تفضلي بقول لحضراتك أول سؤال أنا لو عندي أدبحت أدبحت صدقة عملت أدبحت مثلا وربع مثلا أو أي حاجة وهتها الجوزي والوالدي والأخوتي بس أخوتي يعني ربنا دي مصحة عايشين والدتي عايش يوصل لهم السواب أنت تقولي بقى كده اللهم أهب مثل ثوابي صدقاتي هذه لوالدي ولزوجي وإخوتي إن شاء الله يصل لهم السواب إن شاء الله وإخوتي طب العايشين يوصل لهم السواب لإني دهت من قبيل الدعاء وليس من قبيل إن هم يأخذوا ثوابك وإنتي مش عايب عندك ثواب يعني أنت مش بتنزلهم عن ثوابك ده دعاء بظاهر الغيب وإذا إن شاء الله ده أنتم مستجاب ينفع فأنت طيب تاني سؤال بقى حضرتك فضالي أنا عندي أنا عندي خطيب خطيب بنت أختي ما بيشتغلش غرق ناجل قوي وبيخانه بس على العافش من حق أبوها يبط على العافش لا هجيبه ولا لأ هو العافشة خلينا بس نقول إن هو دلوقتي هو راضي بحاله ده هو الراجل سينفق سينفق من سعتي هو يجاهز العافش بالله يقدر عليه فأنا شايف إن المسألة بيقول من حق أبوها إن هو يشوف العافش هو منع أبوها إن هو يشوف العافش ولا إيه آه بيقوله الخشب أمانه طب هو بيقوله الخشب مش عاجبني وحاجة مش عاجب عاوز يجيب أي حاجة وخلاص وهي مجهزة أحسن جهاز معلش معلش واحدة واحدة الراجل دلوقتي هو عايز يجيب اللي على قد مقدارته صحي كده لو أبوها لو أبوها لو هو بيجيب العلاقة والمناسب للناس اللي في نفس مستواهم خلاص هو أبوها بس ما يتعنتش إن هو لو كان عايزين يتم الزواج إلا إذا كان أبوها بقى عايز يتكلم على إن هو عايز يغليها ويوقف الجوازة لو هو ما يقدرش غير على ده عن كمل الجوازة ولا عن بعض الجوازة عشان العافش آه بس هو ما بيشتغلش كويس دي بقى نقطة نتكلم فيها دي النقطة والشغل بيعطل كله بشغل عن يعطيها شوية اسمع يا أستاذ هودة دي النقطة اللي أنا كنت عايز أقول لك هو والدها ما يتكلمش يتكلم في إن يا ولدي إحنا عايزين عمل مستقر عشان ده اللي يضمن حياة مستقرة لكن مش كل شوية نتوقف والبيت يحصل فيه مشاكل لأن المسألة الاقتصادية مسألة مهمة جدا فيه استقرار البيت ده السؤال التاني السؤال التالي السؤال التالي دي سأل علي طب دي سأل علي سؤال عامل ايه وكده فدي حرمانية دي ولا ايه لأن كل بقول لحرام لو يتكلم في ذلك طب سؤال لو جوز جوز حضرتك موجود موجود تجاوز المعروف يبقى انت نوع الكلام ومدته ووقته شيء مهم جدا جدا يبقى ثلاث حاجات بقول لهالك هو عشان انت نفسك تقيسي نفسك نوع الكلام ومدة الكلام وتوقيت الكلام شيء مهم جدا 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 فراعد ثلاثة دول راعد ثلاثة دول عشان لكن ما حدش يجي يقول ان اتصال حد بحد ده اتنوع من انواع نوع من انواع الاختلاط ولا نوع من انواع الخلوة مش صحيح يبقى الثلاث حاجات دولنا من رعيهم نوع الكلام ما فيش كلام عاطفي تاني حاجة موضة الكلام قد ايه عشان ما تجرش لحاجات زي كده ثالث حاجة امتى توقيتي الكلام فده الثلاث حاجات اللي احنا الرعية السيدة مليالي من القاهرة تتفضل ازيك الشيخ نعمل ايه شكرا معليك نعم الحمد لله بقول لحضرتك ايه شيخ معليش استحملني دي او واحدة بس يا سيدي ايه بس استحملك انت تشرفي تفضلي انا اهلي جوزوني عرفي اول مرة تمام كنت تحت السن يعني كان جوازك ده تحت السن يعني او انجبت ولد معي عمره ست سنين معين معليش عشان استاذ امو ليالي بدل انت تسألتيني على اوها لازم فيه شوية حاجات اسألك عنها انت دلوقتي جوزتي عرفي لان انت كنت اصغر من السن وسننوك اه لا لا كان عندي عشرين سنة هم اللي جوزوكي ما ما وسقوش الجواز لسبب ما كملي طيب تمام فجبت وقالت تمام فالنا اتجوزت وسابني ومشى ما معرفش عنه حاجة يا حاول الله حلو كلام فابني دلوقتي اسم امي وابويا حلو ابنك ايه ابنك ايه معلش ابنك ايه اتكتب باسم امي وابويا ايه اللغباطة ده ايه اللغباطة ده باسم ماما وبابا طب وبعدين ودلوقتي الولد عايز يوعد معايا وهم مش رجين وانا اتجوزت تاني مرة شارعي عند المقزون وجوزي مش معترض اني يوعد معايا اعمل ايه يا شيخ وابني عايز يوعد معايا وهم واخدين ومش عايزين يوعد معايا حسب الله نعمل اكيل في اللي حصل يعني يعني حسب الله نعمل اكيل في والد حضرتك مرتين اول حاجة ان هو رضي يجوز الجواز عرفي ده عبس وهو يبدو والله اعلم ان هو كان عايز ياخد الولد انا منفعل ليه لان كلام ده تكلام يحصل فيه عبس ويحصل فيه تبني ويحصل فيه عبس واختلاط انساء ازاي واحدة ده يبقى ابنها في لحظة يبقى اخوها طب والدك لو انتقل الولد ده تعمل ايه يعني يعمل ايه في المراس لا ابنك يكتب باسمك والورق اللي معاك او الاسباتات اللي معاك يصح ان هو يثبت بويا النسب لكن حضرتك ما كلمتنيش عن مصيبة اخرى ايه المصيبة الاخرى دي ان حضرتك لو قلنا ان الولد ده كان متجوز جوازه واضح بدل زوجك موجود وحصل جواز مكتمر الاركان فانت زوجة دلوقتي زوجة الراجل اللي انت انجبت منه ده لان احنا ابدا مش هنحكم على الجواز ده بانه حرام لو كان مكتمل الشروط والاركان فخلاص انت جوزتي بشهود وبولي وبكل حاجة وما وسقتش الجواز تروح توسق الجواز اول حاجة تثبتي نسب الولد ده وليكي اذا كانت الجواز مكتمل الاركان والشروط واذا كنت سمعاني لو سمحت ترجعي تاني لان انا عايز اتأكد من ده عايز اتأكد من ايه؟ ان الجواز ده اكتملت اركانه وشروطه فاذا كانت الجواز الاولاني ده اكتملت اركانه وشروطه فانت متجوزها تتجوز تاني ازاي؟ مش الاول الزوج الاولاني ده تنتهي الزوجية بتاعته؟ احنا عندنا ولد فمش هنقدر نعتبر ان الزوجية ده كانت حرام والولد ده والولد ده جي من سفاح لا لو كان مكتمل الاركان والشروط ده فيبقى الولد ده ابن الراجل ده وينسب اليه وينسب اليكي واللي عمل والدك ده حرام لانه شكل من اشكال التبني وشكل من اشكال خلط الانساب لان ابنك ده هو ابن بنتي ماينفعش يبقى ابنه عشان ما يختلطش في مسألة المراس وانتظري ما تزواجيش تاني غير لما نشوف مسألة الايه؟ الزواج الاول ده ويا ريت تعيد الاتصال بنا تاني عشان نعرف ايه التفاصيل دي معنا ام محمد علو السلام عليكم عليكم سلام عليكم لو سمحتوا في الكنترول لو تعرفوا تجيبوا اه تلفونه مليالي ده لو سمحتوا لازم لان هي لازم تجلنا على دار الافترة لان المسألة مايز سهلة يا مليالي مسألة مايز سهلة لازم تجلنا على دار الافترة لان المسألة فيها تحقيق ويا ريت تجي انت والديك كمان لان الكلام ده كلام ما ينفعش لا يجوش شرعا اتفضل يا محمد ألو سلام عليكم عليكم سلام عليكم سلام عليكم سألتك عن سؤال بس اتفضل يا فنت يعني أنا ملتزمها بالصلاة نعم يعني بصلي طيب بس بعد وقات بصيب فرض ووصلي فرض ليه كده مش عارف يعني يعني ممكن ألتزمي على طول على طول بالصلاة وديجي علي فترة إذا يجينا نجينا خدقة فأني نفسي مرة واحدة أمنع الصلاة طيب ايه الخنقة دي الخنقة دي بتجي لك فاية أو قاتت مش عارفة وبعد عدت منامي بشوف زي ما يكون حاج خانقني حضمني طيب حضيك سنك كم سنة ومتجوزها ولا أنا سنك 34 سنة ولسه متجوزتيش لا أجوزني متوفر بالي وسنة 20 آه طيب يا سيدي الحياة دي إحنا طيب الحياة دي دايما لما بيحصل لنا الفقد لازم نراعي أني بعد الفقد دي ورزيك حضرت النبي على طول دواء مسألة الفقد دي لما فقدت الست ابنها قال لها اصبر يا امرأ وكاني حضرت النبي بيشير أني مع الفقد بيحصل لنا شوية تغيرات في نفسيتنا فأنت محتاجة شوية لو كنت محتاجة دعم نفسي لازم تروحي وتاخد الدعم النفسي ده الأمر الثاني لازم تنوعي أشكال العبادات وأشكال الأذكار في حياتك لازم تكتري من الصلاة على حضرت النبي وتغيري برنامج حياتك لكن استمرارك على نفس البرنامج ده يعني خلي حياتك تبقى قلق واحد يقول لي تبتكلمك على الصلاة يا مولانا والصلاة يا سيدي اللي أمر أن هي جزء من الحياة مولانا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فلذلك لازم نعرف أن الصلاة تتأثر بحياة الناس في ناس بتترك الصلاة مع الصدمة في ناس بتتأثر في الصلاة في الصدمة فالإنسان إذا حصل له الابتزان ذاق حلاوة الإيمان فإحنا عايزين نرجع تاني لحالة الابتزان لأنه واضح إن إحنا عندنا صدمة فلازم نعمل ده أستاذ أحمد من الأليوبية تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل الله يباريك على ذلك يا رب مع علاق أمنياتنا بدوام السداد والتوفيق وزادكم الله من فايدة علمي يا رب إن شاء الله مع حضرتكم أحمد عروج من غرب شبرى الخيمة تفضل يا فان حضرتك توفي والدنا وأنا وشقيقي كبار طيب يعني توفي وحنا متزوجين ومنجبين للأبناء طيب ولكن طركة فلطان في بداية التعليم كي جي وان زي ما بيقول طيب يعني إخواتكم يعني إخواتي آه طيب بعدين فهل يجوز عند توزيع التالكة خصم النفقات البنتين دول الأختين دول حتى يتم لهم الزواج كما تم لنا طيب أجاوب حضرتك أستاذ أحمد أول حاجة لازم نعرف إن ده إذا كان ده على سبيل التبرع فده من الإخوات لكن الأساس إن إحنا بنوزع المراس مش بمزاجنا ولا بالاحتياجات اللي عندنا لأن اللي بيوزع المراس اللي نقل الملكية المال من المتوفى إلى الورثة هو الله ليه طيب لأن المفهوم اللي عندنا أن المال ملك الله فلما مات المتوفى نقل الله سبحانه وتعالى هذا الملك للأولاد بحاجة اسمها الخلافة خلفوه في هذا المال فمن النقل الملك ده مولانا سبحانه وتعالى يبقى إذن هذا المال ببساطة خالص لازم يوزع تركة وبعد ما يوزع تركة لأن الأخوات عايزين يتفقوا أنهم يضعوا جزء من المال لإخواتهم البنات فده جائز وما فوش حاجة بس الأساس اللي المال يوزع واللي عايز بعد كده يعطي لإخواته يعطي لهم بالتراضي فاصل ونرجع تاني نكمل أسئلتنا المباركة مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذ محمود من الأخصر علوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله كتور عم بخير الحمد لله أنا سعيد إن أنا بكلم حضرتك والله الله يرضى عنك تحيات الفريق الإعداد يوصل يا سعوة دكتور عمر الأول ومجميع العاملين بتليفزيون المصر على كل المجهود اللي بيعملوه الله يرضى عنك اتفضل يا حاج محمود يا دكتور عمر حضرتك أنا من دول همم ربنا يجعلك إن شاء الله في أعلى الدرجات ربنا يبارك لك يا رب روحت حضرتك مشوار هنا أنا من مقصر حضرتك روحت حضرتك مشوار بالدراجة وفتعت معي يا دكتور حضرتك سامع حضرتك ودكرت في شارع لجماعة عريبنا عشان أضحبهم ليس جماعة حطين أجارة في الشارع وشدين الشارع من غير أي حاجة خالص طيب نشارع عمومة حضرتك فان دي مفاتح للي شوارع سانيا فانا عايزك عايز حضرتك تقول لهم كلمة الله يباليت حاضر حاضر حاج محمود بصوا يا جماعة إحنا مش هتنفع الدولة كلها تتجه حول احترام وتقدير والاهتمام بالمختلفين باقتدار ونيجي نهد اللي بتبني الدول ومش هينفع بأي حامل الأحوال إن احنا نقول إن احنا قلوبنا طيبة ورحيمة وييجي حد يوقف عربيته في مدخل دخول زاو الهمم إلى أماكن المؤسسات الحكومية أو أي مكان ولا ينفع كمان إن انت ما يبقاش في تفكيرك دلوقتي كمجتمع إن دلوقتي لما تقفل شارع وتمنع زاو الهمم منه فإن انت بماذا بتضع الأذى في الطريق وزي ما إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وضع الأذى في الطريق أيضا من شعب المعاصي والكفران يبقى معناه إيه؟ إن انت لابد إن انت تميت الأذى عن الطريق در درجة إن في بعض الأذى لما بيبقى في الطريق بيقد يستوب بصاحبه اللعن اتقوا لعانين الناس اللي بتضع الأذى في الطريق الأذى والخذرات وقالوا لعانين نيه؟ قالوا لأنهم بيجلبوا لنفسهم اللعن لما تقفل الطريق كده قد تجلب على نفسك اللعن والدعاء وساعتها الشخص اللي عايز يمشي من الطريق ده وإنت منعته من دخول الطريق ده إنت ظلمته ولو دع عليك هتكون دعوة مستجابة فعشان كده الناس اللي بيحطوا بقى حديد عشان الناس ما تقفش الناس اللي بيعملوا بيضعوا حاجات عشان يقفلوا الطريق يتقوا الله سبحانه وتعالى لأن ده أذى للناس وضرر ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره وبوائقه والمؤمن من أمينه الناس فحضراتكم لابد إن انتوا تتقوا الله سبحانه وتعالى وتتجنبوا هذا الظلم هذا الظلم والظلم كبيرة فاتقوا الله سبحانه وتعالى أستاذ صفاء من كفر الشيخ السلام عليكم يا بك آل وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كنت أكلمك عن دستة مباشر كل يوم وأقولك ادعي لوالدتي طيب حاضر والدتي توفت يا مستبت اللي فات يا بك يبقى راحت عند الكريم العزيز الغفور الرحيم أرجوك تدعي لها دكتور العيلة فكرة ما كلمتك قلت لك أخويا ميت وغيخيني وبيدخل وراء المطبخ بك والكلام ده كان أخويا طيب الوقت يا ممت المتوفت يعني كانت أخويا دكتور المتوفت تعالي تعالي أولي ورائي بقى اللهم إن نسألك برحمتك وجودك وكرمك أن تستقبل أمنا العزيزة بما تستقبل به الصالحين والأولياء والمحبوبين واجعلها يا ربنا مع المطهرين وأنزلها يا ربنا في منزل سيد المرسلين واجعلها يا ربنا في قربه وفي رفقته واجعلها يا ربنا في زمرة الصالحين واجعل قبرها منزلا للأنوار ومهبطا للأسرار واجعلها يا ربنا تنظر إليها بنظر الكرم يا غفار وإلهمها يا ربنا ما ألهمته لأحبابك وأصفيائك وأنقيائك لكي يقبلوا عليك واجعل برزخة يا ربنا برزخة نعمة وبرزخة نعيم وبرزخة وصل وكرم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين آمين يا رب العالمين وسائر أموات المسلمين إن شاء الله أستاذ يوسف أيا باش اتفضل يا أستاذ يوسف إزاك فضلت الشيخ نعمة بفضل بعد ذلك حضرتك حصل معي موقف كده من كام يوم تفضل في البيت عندي اللي لزة متجوز بقليه ثاني طيب يال لزة حديث العاد بالجوازة هو طيب خلفت خلفت آه الحمد لله ربنا قرر آه لو ما خلي إحنا عندنا عندنا طول ما أنت ما خلفتش يبقى عريس أو كده بقيت أب خلاص كده تمكنت في عالم الجواز تفضل يا سيد هو أنا دلوقتي كان فيه مشكلة ما بيني وما بين مراتي ومشدة كده تمام فدخل فيها كانت أختها موجودة وكانت أمها موجودة تمام فاللي حصل إن احنا آه كان فيه نية كلام على أن هي عايدة آه عايدة لنفيد بعضه وكده والكلام ده إيه وقت اسمع الكلام ده فهو أنا دلوقتي جت آآ جت آآ والدتها وقفين إحنا في غرفة الوحدة أنا ووالدتها واختها تمام آآ جاية بتتكلم معي بتقول لي هتعمل إيه ومش هتعمل إيه قلت لها شوفوا أنت عايزين تعمله إيه آآ تمام قامت أختها مستفزانة بكلمة كده تمام قامت إيه قامت أنا إيه لها طب خلاص هيطلق بالتلاتة أنت حاس كده بفخر الرجولة كده يبقى أنت راجل كده لما قلت لها آآ طب هيطلق بالتلاتة لا بس هو اللي استفزانة لا هو لأ طبعا بس آآ يعني هو اللي استفزانة جامل بس والله العظيم طيب يعني أنت أنت لو 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 واحد في الشغل استفزك هتروح شاتمه يعني مديرك لو في الشغل هتشتمه يعني وأنت ههدي حياتك ما أنت قال ده البيت ده وانت رايح تشتغل عشانا عشان تحافظ على البيت ما هو أصل الطلاق ده يا سيد يوسف الطلاق ده حرق الغيت وكبل الزيت وهدي للبيت يعني دي الجريمة الكاملة للشخص اللي هو لسه متجوز وربنا فتح عليه ومنع معليه بالنعمة واحدة استفزتك ببساطة خالص إيه اللي حاصل حضرت النبي قال لا تغضب طيب أنت كان أصدق إيه لما قلت طالب التلاتة يا سيد سيد يوسف طيب سيد يوسف آفل لو سمحت خليه يكلمني تاني أو ياخد رقم تليفوني ويكلمه عشان في الطلاق لازم نحقق شوي وعشان كده أنا بحب جدا جدا في مسائل الطلاق إنها ما تكونش عناها عشان نعرف نحقق ونعرف نتكلم فيها معنا أمو محمد تتفضل سلام عليكم عليكم سلام عليكم تتفضل يا أمو محمد نعمة وفضل الحمد لله الحمد لله حضرتك عايب سألك سؤال نعم عايب سألك سؤال تفضلي يا فندم أنا بسيب بحث القرآن شغال على حطول السيد وبتسيب وبخص ويعني بحث وبسيب شغال على طول طيب هل دي حرما لحبالك بس يا سيد أنت بتسيبه في البيت شغال على طول عشان تعملي بركة بالقرآن اللي فيه لو بتسأليني لو بتسأليني يعني أنت خلي خليكي أنت البركة يعني أنت اقرأ القرآن طول ما أنت خارجة لكن تشغيل تشغيل إزاعة القرآن الكريم في البيوت والناس مش موجودين فيها قد يكون فيه بعدين البعد الأولاني استهلاك الطاق لأن احنا بنشغل إزاعة القرآن الكريم وإحنا في البيت لعل واحد ممارل كده فيسمع آية فتدخل في صدره أو يسمع كلام فينصحه فيقبل على الله سبحانه وتعالى أما تشغيله بقى لغير خارجة مثلا دفع الرصوص مثلا وأن الناس موجودين أنا موافق أن القرآن الكريم فيه بركة بس أنا أحب أن احنا ما نستهلكش موردنا وخاصة في الظرف اللي احنا فيه أنا بتكلم كلام دقيق بتكلم كلام دقيق الموارد وما يتعلق بالطاقة أنا بتكلم كمان عن الموارد الاقتصادي اللي عندنا قد يكون من الأفضل أن احنا نغلق نغلق كل الكهرباء اللي موجودة في البيت عشان احنا في الظرف اقتصادي أنا شايف أن الناس تهتم شوية بإيه؟ بالترشيد ولازم لما نيجي نفتي لازم ننظر للأبعاد المتعددة في الفتوى فرأيي أن أنت تغلق أنا راجل حياتي كلها وعشت كلها بادوب في البركة وبدوب في مدد ربنا بس لما نيجي في الفتوى احنا بننظر الفتوى من أبعاد متعددة آه صحيح تلاوة القرآن في المكان تاجل بالبركة لكن الاهتمام بالموارد شيء مهم جدا جدا وخاصة في ما نحن فيه الترشيد أمر حسن فأنا رأيي الأفضل أن أنت تغلق الجهاز أفضل من أنك أنت تسبيه وده أفضل ليه؟ عشان مسألة الترشيد ومسألة النفقات أستاذ محسن من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وكاتو نعمة وفضل الحمد لله كل سنة طيب وحضرك طيب وصحة وسلام إن شاء الله نحج السنة دي أو إن شاء الله في قابل إن شاء الله تفضل يا أستاذ محسن مني آآ لامرتك عاملة قرد وآخر حاجة عملتها خبت بنت المتزوجة وراحة تنبطها على قرد من غير ما أنا إيه أعرف ده حاجة ده أول حاجة ما ليش حضرتك قلت زوجتي بتعمل إيه بقى؟ هو أنت عندك زوجة أو زوجتين؟ لا فحنا أنا مسامع أحسن طيب يعني زوجة حضرتك بتاخد قروض وبتستلف من الناس صح كده؟ آآ آآ فالناس فالجزء اللي أنا ما سمعتهش إن الناس بيجوا يقولك إن زوجتك اقترضت منهم آآ آآ والأمر الثاني إن هي بتقترض من بنوك والأمر الأخيرة راح تواخدها بنتكم اللي هي متزوجة واقترضت باسمها من البنك آآ من غير ما أنا أعرف ومن غير ما زوجها يعرف ومن غير ما زوجها يعرف طيب وطبعا لما يجي خوتي البنات فألوها بقول لها إنت عملت ليك أردوها شان أصرف على البيت فهنا راجل موظف في شركة كبيرة ومرتبي كفيني بمساريفي بمساريفي أولاد يعني ملاقش فيها عجبة واحدة عندها حوالي سبعة وخمسين سنة ملاقش صغيرة يعني هقول لحضرتك هقول لحضرتك فهنا مش فيه فيه حاجة تانية كمان آآ عندي مينة المفروض إن أنا هجاوزها أو على مش جوز المفروض إن أنا هجاوزها طيب تمام فهنا متن وقالت قادرها علي فقالدي يا عجوز إن أنا أصرف عليها أو إن أنا أجيب لها جهاز عشان تتجوز طيب أجاوب على حضرتك كمان السؤال الأولاني زوجة حضرتك اللي هي بتقترض وبتغرق نفسها في الديون دي ده ده اضطراب نفسي هي بتعمل كده لإن هي عندها مخاوف وعندها شيء يتعلق بالقلق من المستقبل وده مش مبرر ده بالعكس ده بيخليها عليها مسئولية أكبر ولازم نوقف لإن في حاجة اسمها في أشخاص كده عاملين زي إيه؟ زي السقب الأسود بيحرقوا كل اللي حواليهم ياخدوهم ويمتصوا منهم أموالهم ويفضلوا عاملين زي الربع الخالي ياخدوا فلوس من كل اللي حواليهم ويدمروهم وهم حاسين إنهم ما ده حقهم عليهم لا أنا بقول لبنت حضرتك ما تعمليش كده تاني لإن أنت خلاص أنت اللي هتسدد القرد ده هي مش هتدفع ولا مليم بالمناسبة يعني يعني هي لو بتعمل الكلام ده الأوصاف اللي حضركم بتقولوها دي دي الأوصاف احنا عارفينها في الإرشاد الزواجي وعارفينها كمان في الفتاوة فهي مش هتسدد الفلوس فلازم الكل يمتنع من إقراضها بما أنك أنت حضرك بتقول أن أنت مكاف في البيت يمتنع الكل عن إقراضها واللي هي بتعمله ده حرام لأن الرسول اللي الله سلم قال ليس للمرء أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق فنتوقف عن إقراضها ونتوقف عن مساعدتها في الاقتراض فبنتها ما تسددش عنها هي اللي تسدد عن نفسها بما أن هي معاها فلوس الأمر الثاني لازم تساعد بنتك عشان تتجوز حتى لو أسائت الأدب ليه طيب؟ عشان أنت بتحميها أنت ما بتخليش حياتها تتدمر أنا معرفش هي أسائت الأدب ليه بس في الآخر خالص أنا أعرف أن أنت أبوها أعرف أن أنت راعي آه صحيح هي كبرت وبقت خلاص مكلفة بس أنا أقول لك عشان بكرة عشان الحنية عشان الأمان عشان الاحتواء ما تعنتهاش ويوم ما تشوفك بتحن عليها وبترعاه وبتحميها أكيدها ترجع وتعتذر لك وتبوس إيديك وساعتها خضها في حضنك في الآخر بنتك وعرضك ولحمك ودمك وهو ده اللي علمهن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا إزاي نتغاضة وإزاي نرعى وإزاي نحافظ صحيح هي محتاجة تتربى وتتنبه إن ده ما يحصلش مع الوالدين لإن ده من عقوق الوالدين بس في الآخر إحنا لازم نرعاها ونحميها من إن هي الضيعة يا رب نهمنا القدرة على أن نسامح أحبابنا ونسير إليك يا رب العالمين بخدها ثابتة ونكون إذا كنا رجال نستحق الرجولة بإن إحنا نكون على الدوام يا رب العالمين من أهل السعي ومن أهل الريعاية ومن أهل الحماية ومن أهل الحمل ومن أهل الغيرة ومن أهل الفخر بنعمتك يا رب العالمين ونكون قائد من القادة الذين يتصفون بالرشد حتى نبقى في رعايتك وفي حمايتك وفي الرضاك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا القوة واجعلنا في الصالحين ومع الصادقين ببركتك ورحمتك يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر آهل شكرا